السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بوهرات. وصفة النهاردة ان شاء الله. هنعمل كوب كيك الفانيليا. هشو جميل. واسفنجي. وبمكونات بسيطة جدا. هتعملي احلى كوب كيك بازن الله. معنا المكونات سهلة وبسيطة. معي اربع بيضات ومية وخمسين جرام دقيق ومية وخمسين جرام سكر وخمسين جرام زبدة. وخمسين ملة حليب. ومعلقة كبيرة من العسل. ومعلقة صغيرة فانيليا. ومعلقتين صغيرين بكنج بودر. اه هنعمل خطوة كده اضافية. الخطوة دي بعملها ما يكون الجو برد. طبعا احنا عايزين اه البيض بتاعنا بيكون بدرجة حرارة المطبخ. وحتى لو انت مطلعة من التلاجة بيكون بارد شوية. فعلشان ندف البيض شوية فبحط حلة كده فيها مية سخنة. وبحط على الطبق اللي انا هضرب فيه البيض. وبقلب وبحط السكر معلقة العسل. وهقلب البيض والسكر لحد اما السكر كده يدوب. والبيض ياخد حرارة المطبخ ان شاء الله. الخطوة دي بنعملها لما يكون الجو برد. لكن في الصيف هتبدأ تضرابع على طول البيض بالمضرب الكهرباء. لما بيكون البيض درجة حرارته آآ دافية بتحصلي على فقعات آآ اسرع. والخلط بتاعك بيكون هاش اسرع. خدت الخلط كده على المضرب الكهرباء وحطت معلقة الفانيليا وحخلط لحد ما نحصل على قوام يكون لونه ابيض وهش بالطريقة دي. بتوقف الضرب لما توصلي للعلامة اللي هنورها لك الوقت دي. بتعملي علامة كده او خطوط بالخليط كده على على الوش. فبيستمر معك شوية. فدي المرحلة اللي انت هتوقف الضرب. بعد كده هنخل الدقيق. والبكنج بودر. ورشة بساطة كده جدا من الملح. وحقلبه بخفة كده بمعلقة سيليكون او بمعلقة خشب من تحت الفوق علشان نحافظ على الهوال اللي احنا ده خلناه البيض. هتقلبي بالراحة لحد ما اللدق كده يختلط مع الخليط بتاع البيض. ومعنا الزبدة. وخمسين ملي حليب. طبعا كل ده بدرجة حرارة الغرفة والزبدة انا مدوبها بس لكن بردة مش سخنة. وهناخد شوية كده من الخليط اللي احنا بتاعنا بتاع البيض. وحنقلبه مع الزبدة والحليب بالشكل ده. لان احنا لو حطينا الزبدة والحليب مباشرة على الخليط فحيهبط الهوال اللي احنا آآ كنا بنحافظ عليه. واحنا بنضربه. فلما بتقلبي آآ جزء صغير من الخليط كده مع الزبدة والحليط بنقلل ان احنا نطلع الهوال من الخليط. وبعد كده بتحطي الخليط كله بترجعيه تاني للخليط الاصلي وبتقلبيه بالراحة برضو بالمعلقة. علشان تحافظ على الهوى اللي انت دخلتيه في البيت. بخطوات بسيطة هتعمليها وتلتزم بيها. هتعملي ناجح بازن الله وهش واسفنجي وطعمه جميل جدا جدا جدا. وبكده الخلط بتاعنا يكون جاهز. هتصب به في الصينية بتاعة الكوب كيك وتحكونا حط فيها الاوراق الكبيات اللي هي الورق. اللي هي بتاعة الكوب كيك. ممكن تستخدمي معلقة او ممكن تستخدمي كيس الحلواني ازي انا عملت كده علشان تسهل على نفسك ان انت تصبي مقدار سابت. حطيت الكمية كلها عملت معايا عشر وحدات. واحد دخلها الفرن على الرف في النص بتاخد تقريبا عشرين دقيقة. وتطفع شكلها ما شاء الله جميل ولونها الدهب جميل ده. معلقة العسل بتخلي آآ السطح بتاع الكوب كيك بيطلع لونه دهب جميل كده. ما شاء الله هش وجميل. هفتح لكم واحدة برضو عشان تشوفوا قوامه من جوة. شايفين ما شاء الله ارتفع معانا ازاي? ان شاء الله هتكرر بالطريقة وتعجيبك اهم حاجة تمشي على الخطوات اللي احنا قلنا عليها. والمقادير مزبوطة بازن الله. هنفتح واحدة ونشوفها. ما شاء الله هشة وجميلة وطرية وقطنية. المسام بتاعتها ما شاء الله زي الاسفنج بالزبط. ان شاء الله تعمل الطريقة ده وتبقى نجحة معاكي. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.